اي افام سبورت بلوس اي من زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة مساء الخير مرحبا بالجميع وتواس 7 و 7 دقائق على اي افام حلق راديو اليوم نهار الـ 24 نوفمبر 2021 ذاية حلقة جديدة من سبورت بلوس في الموسم الرعب تحية كبيرة لكل المتابعين لكل المستمعين والمكان ومرحبا بالجميع في اي افام سبورت بلوس اليوم نحكي كان الكامرون مهدد بعدم اجراءها في الكامرون الاتحاد افريقي لكورة القدم يراس الكامرون والكواليس ستحدث عن نقل البطولة الى قطر وخدن القرار النهائي شنوى الحكاية وشنوى التفاصيل شنوى نرجعو لها بأكثر تفاصيل نحكي وكذلك على بطولتنا وتمثيليتها في البطولة العربية قداش من اللاعب موجود في بطولتنا ان شاء الله في الكاسة العربية سوى في المنتخب الوطني التونسي او في المنتخبات الاخرى رقم ارقام مهمة ونسب مئوية هامة جدا شنرجعو لها بعد شوية كذلك باش نحكي وعلى مرسلة الكاف للجامعة التونسية لكورة القدم والمدرب التونسي في الجزائر وفي البلدان العربية خمسة مدربين في الجزائر ووضعية معين الشعباني ومجل تراوي في مصر هذي الكلوه هذو معنا الليلة في سبورت بوس هذو غيرو من الاخبار والمسجدات تحية كبيرة برشا لفريق الادات بشرة سعيد في العمل الصحفي عزاتي في الاخراج لفم تيفي مع ايمان الجدي وو ايم ريباح عبير الزردود تغيب ونعزيوها عبير الزردود في وينفات بو هي موش والدتها موالدتها كيما كيما والدتها مع انت تحية كبيرة لها والبركة فيك عبير وايمان الوافي في الاسيت ويبن ايمان زروق بشرفقكم حتى لثمانية امتاع الليل وسعيد جدا بيوجود الثلاثي سامير سليمي لليوم الثاني على التوالي مساء الخير رح مرحبه سامير مساء نور زروق تحية لك تحية لك تحية لك سبعو فينا ناس كل حسين بوشرة اخراج في فورما؟ مرحبا بيك حضر لي روحك سامير حضر روحك للاميسيون والحاجة اخرى تنقلك عليه سيدي اخويا حسين مساء الخير اهلا سلام نور ايمان زمير حاضركت من جوهر التونس شوبينات متاع تونس يلعبوا ماتش بعض نهارين ارهاق وتتالي المباريات زمير جاي الفارح واليوم وقالك لبس عليه ستور البلاو فيزيك احنا كل ثلاثيين ماتش من يجبوش يلعبوا ويتشكيوا زع معاريتم الكبير كلفة شامبينة متاع بداية حسين بالسوير اخي على بكري زرارق ولا سوير اخي سوير اخ على بكري ياخويا مرحبا بيك حسين عايشة كايما مرحبا السامير السامعي وانبعتنا الكل حضرون نروحكم معانتها بالحق بالحق يحكيوا على موجة خامسة متاع كورونا اليوم السباح قمت اول حاجة عرضتلي كي قمت السباح استاتيو متاع صديقنا زكريا بوقرة قال لك حجر صحي شامل يا رسول الله رودو بيك رودو بيك فرنسا أم بلا المانيا أم بلا معناها ديكلاري قال لك سنكيام فاك فلقورانت معناها في لوتريش سايي بشي عملو حجر صحي كامل دونك ارنضحكم اما ما هيش تفادليك معنا ميدامجات الغادي ليه هو في تونس اكتشفو ومش كافيش في تونس اكتشفو بقرر متاع تاوتر بقرر متاع كورونا مش تاوتر هو ايه على الاخر في سوسا حاصلوا وانتوكا نردوا بين الناس الكل كالعادة على رويحنا بربي زادة لي منزيل ما لقحش ولا موش يسر مقتنع بالتلقيح نعلم مش اجباري كل شي ياما يعمل شوية افور ويزيد يقرأ ويعمل شوية رشاشته ويقتنع بالتلقيح لان الموجة الخامسة ذي متسببين فيها جاءت هي من فرنسا ومن اوروبا ومتسببين فيها هو الناس اللي فوق 40 سنو واللي ما لقحوش مرحبا بيك سامير مرحبا بيك بالحسين بالحاج علي مرحبا بيك بزاملتنا بوشرة سعيد مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك بوشرة سعيد سننسو دون كل يوم من هوني حتى انتلاق البطولة العربية كل مرة بيش نحكيو على الزاوية من الزاوية اللي تهمنا في الكأس العربي اليوم شنحكيو على ملعبية البطولة التونسية في البطولة العربية عطينا تفاصيل بوشرة بيه دون كنهالثين نفكركم حكينا على التروفي وشكله وكل حكينا البرح على الملاعب وعملنا جولة هكا في قطر اليوم كله أرقم أنفو في شكل شيفخة هاوكا توكليو معانا ثمانية من ثلاثة وعشرين لعب في قائمة المنتخب التونسي يلعبوا في البطولة متاعنا ثمانتاش منهم متكونين في البطولة يعني توكينهم مية بالمية تونسي وخمسة فقط متكونين البرح منهم لنشطة في البطولة التونسية كيما معز حسن الأخرين نقاو محمد دراجر حنبع المجبري أنيس بن سليمين ونعيم السليتي فمزيدا من لعبية أخرين نشطين في البطولة التونسية وبش يكونوا حاضرين مع منتخبات بلادهم كما في الجزيرة نلقاو محمد مينتو غاي ليسر الشتي عبد القادر بدران من التراجي وحسين بن عيادة طيب المزيني وزين دين بوتمين من ناجم يعني ستة من ثلاثة وعشرين لعب في القائمة الجزيرة يلعبوا في البطولة التونسية في موريتانيا زيدا نلقاو زوز ملعبية سمعيل دياكي تيم النيدي سفيقسي وياسين الشيخويلي من اتحاد تطوين بخلاف الملعبين ناشطين حاليا في بطولتنا فما نسبق انهم لعبوا قبل كما بغداد بونجيح ويوسف البليلي مدزير واي من حسين لعب النيدي سفيقسي هو من منتخب العراق وهنا جس كي ذكرنا منتخب العراق فما الحسين علي يلعب معا السي اس اس مفهمنيش عليش موووش متواجد فما زوز فراضيات يا اما على خطر اختيار فني او بحكم التزاماته مع مع السي اس 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 فالكوب دولا كافي ولا دونك هنا الكنكولوزيون تعطينا 16 ملعبين من البطولة التونسية بش يكونوا متواجدين في كأس العرب اضافة الاربعتاش ملعبين سبق انهم لعبوا مع فراق تونسية كسوات وينسة او الجنسيات الاخرى نحب هوني السؤيل هو شنو ينجم اللي يمثل الرقم هذي وخاصة انه اللي نشوفو الملاعب متاعنا نشوفو التحكيم كيفاش الملاعب المهترأة مفهم ماش نقل تلفزي مفهم ماش ثيقة في التحكيم الاندي اللي معتها بريسك مفلسينو كل ما شاي مش بريسك مفلسينو ووصلوا للقاعة تعال فالفلس سمطف فيها بو شرح خاش بريسك دون كوني سؤيل لهو شنو يمثل ولا شنو ينجم يعكس الرقم هذي شنو يفصل الرقم هذي رغم المشاكل اللي نعنيو فيها الكل في البطولة تونسية نربط ديريكتومو مع سامير السليمي السؤال متاع بشرة ملاعب مهترئة انديا مفلسة تحكيم سيء بنية تحتية لقارك الله مكروه في المقابل نلقاو ارقام محترمة جدا نلقاو نسبة كبيرة من اللي استمتعنا نحكيو على ثمانية وسبعين بالمئة من اللي استمتعنا التكوين هم سيوام اللعبية ينشطوا حاليا في البطولة او لعبوا في البطولة و معتا احترفوا البرة ثمانية وسبين مئة ارقام معتا هامة جدا كيفاش نجمو نفسروا هذي يا سامير هو في البداية الارقام اللي اعطاتهم بشرة ارقام مهمة واحنا ديما نحكيو على انو الارقام ما تكذبش معناك نحكيو على احصائيات وراء ارقام الارقام ما تكذبش وواضح انو البطولة التونسية متاعنا رغم الهنات ورغم المشاكل ورغم اللي حكيت عليه الكل تبقى بطولة مهمة وباساج مهم لعدد كبير من الملاعبية اللي تعديوا على بطولتنا وليتقلقوا بعض سواء في البطولة العربية ولا حتى الاوروبية الثانين انو توجهم تعال انديا متاعنا بالقانون اللي احدثها من ثلاثة ولا اربعة سنوات على اللاعبين الجزائي الشمال الافريقية فهذا شجع بدرجة كبيرة لانديا تونسية تعالى التعاقد مع عدد من اللاعبين خاصة اللاعبين الجزائريين يقول القائل علش مش مغارب علش مش مصارى وقالي قانون معناها يسمح بذلك ولكن نفهم من ناحية الاقتصادية خاصة انو اللاعب في البطولة المصرية ما شاء الله ما يتحصلوا على مبالغ كبيرة في البطولة المغربية كذلك فما مبالغ كبيرة وقوة مالية لانديا المغربية اذاكش خلا انو توفد اللاعبين خاصة الجزائريين على البطولة التونسية رغم كل ما قيل ويقال حول مستوى البطولة يعني يبقى التكوين ويبقى العمل القاعدي مهم برشة والارقام نقلتهم بشرة واضح انه تدل على انو رغم كل شي فانو بطولتنا تبقى كذلك بطولة محترمة على المستوى الافريقي والعربي شنو يمثلوك الارقام هذو ما حسين الحاج علي منتخب الجزائري نلقاو فيه تقريبا الملعبية الكل هو اه بريم الجزائري نلقاو فيه بنعيد نلقاو فيه بدلا نلقاو فيه بوتمين نلقاو فيه المزياني نلقاو فيه شكون اخر نلقاو زيدا زوزم اللاعبية اكس البطولة ونحن نعتبروهم ولادنا وفخورين انهم ولاد البطولة تونسية اللي هم بغداد بنجاح ويوسف يوسف البليلي معا القايمة تونسية معا زوزم اللاعبية من موريطانيا بطولتنا من بين البطولة الاكثر تمثيلا في البطولة العربية قيراتك على الارقام هذي ورأيك لا يكيد معناها السبب الاكبر والسبب المباشر هو الوقت اللي عملنا القانون اللاعبين طاع شمال افريقيا يعتبروش لاعبين اجانب تشوف كل فريق فيه تقريبا كان من نكثروش تماما اربعة خمسة من الجزائر ولا بين ليبيا ولا موريطانيا موجودين دونك انت المدربين هذوما منتع المنتخب الجزيري بشعية الابريم من شعية يا من شمبينام تاعو ولا من الجوارات اللي يلعبوا في كبار النوادي في تونس يلعب في مستوى عالي هو ديجا بدران وبن عيادة في الكيب اه بدران حتى اساسي في الكيب اه لا وحتى بن عيادة لعب داساسي في الماتش الخيريني دونك مش هذا دليل رو معناني شمبينام تاعنا قوية لكن عنا في رق اكبار يمثلوا يلعبوا في افريقيا يلعبوا في مستوى عالي لكن مناش البطولة رو لمش تحكم عليها تحكمش عليها رو بخطر فها برشا لعبين دوليين ولا ثم برشا بكود كريتير مقتنعين احنا في تونس شعرنا في شي هما شي يقولوا ولا كذير احنا كاتوينسرين عيشوا في البطولة التونسية مقتنعين البطولة التونسية قاعدت تراجع متاعنا حني يـ bye برغم الملاعبين الانجليزعم كل يلعبوا في البطولة الانجليزية persa مش خطر بطولة قوية بشكل فريق قومي قوي مش على خطر فريق قومي قوي والبرشة جواريت فيه يلعبوا واحد يرون بطولة متاعنا قوية لكن هذا ما يمنعش الحاجة الوحيدة نجمو نقولها اللي البطولة متاعنا ما زالت تستقطب لاعبين بهين علاش زادة على خطر رون نوادي متاعنا في تونس الكبار يخلصوا برشة فلوس مقارنة بتزاير مقارنة بتزاير مقارنة بليبيا مقارنة بموريتانيا مقارنة معناها اليوم من اللاعبين اللي جاوا كل تونس وقتش ولا هو أساسيين ولا دوليين بالمستوى العالي وقت اللي جاوا لتونس بغداد ولا في منتخب جازاري صرت وقت اللي جاوا لتونس بعد منشل قطر البلايلي وقتش ولا لاعب أساسي في منتخب الجازاري وكل البرفورمانس اللي عملها مع الاسبيرانس والشامبيونس ليك وقتها ولا أساسي في المنتخب خطر الفرق متاعنا تلعب في مستوى عالي وديم أتمثل في أعلى خاصة الأندية الكبيرة التي تلعب في المسابقات لفريقية ونحب أن نكره موسابقات الأفريقية الكافة، خاصة المستوي معين عند كل مال في السؤال من زاوية أخرى علشو اللاعبين الجزائرين يوجدون للبطولة التونسية رغم ان البطولة المغربية ب音 마음에 من الم수� cunning legislation보check علشو اللاعبين الجزائرين ليجاوب بصراحة. علش يختاروا الوجهة التونسية. هذا هو السؤال. انتي عندك الاجابة انتاعه ولا? انا تساؤلات واقع هوا خاطر انا كنشوف المقدرة المالية للفرق المغربية ولا خاصة المصرية. قادرين انهم يخذوا بدران قادرين ان يخذوا بن عيادة قادرين ان يخذوا معظم اللاعبين. لكن ما عندهم مش القانون. مش يطبقوا في القانون. من ناحية من ناحية الاجانب. خاطرينك يناخوا مثلا بن عيادة ولا ناخوا بغداد بن جاح ولا ناحية والشتي. ملاعبين مهمين. معنا عندهم قيمة. معنا علش الاندية المغربية والجزائرية والخاصة المصرية. ماشي في اتجاه الافرقة جنوب الصحراء. وما يمشوش في اتجاه اللاعبين خاصة الجزائريين. وهذه نقطة. ما تشوفش انو بتاع انديتنا والمالجير قراب لبعضنا. بالضبط. بالضبط. انتباع اخر انو مع نجاح بتباعة الحال التجربة منتاع بن جاح ولا بلالي ولا غيره. مه. ولا قبله حتى مغاريا وقبله كذلك برشة ملاعبية لجو البطولة التنسية. فانو يعتبر اللاعب جزائري. انو اولا تحولوا للبطولة التنسية. ما هوش يماشي لبلاد اجنبية. بالعكس هي بطولة يعرفوها مليح ويعرفوا انو بطولة التنسية هي اه معناها بوابة. ثم اه كذلك يعرف اللاعب الجزائري ولا الموحيطين دعلا بين الجزائرين. انو من خلال بتنسية قادرين. اما على التحول الى اوروبا او خاصة الانتقاد الى الخليج. احنا سامير وقت اللي احنا نجيبه في اللاعبين مثلا الجزائريين نحكي. واحنا حكيو عالجزائريين احنا. ما نجيبو فيهم تستار. ما نجيبو فيهم تستار. ما نجيبو فيهم تستاري واليوستار هنا. اي. لنديا المغربية ولا المصرية. تقول الاهلي والزمك ولا الويداد ولا الجيش. تاخو تاخو كان جور طوب. خطنا عندها الحق في ترواز زترونجي مثلا والاربع. ما تاخد لكانتو كيما تعال كارتي. ماي. وقت اللي مشاه. كابيتان في الويداد وانترنسينال. وبدر البانون. ما تاخو كان الجور احنا يجيوو لتونس كيما يجيوهم بعض يوليو اسامي في تونس احنا. احنا. وهذي كان ميزة متاع ربما العين التونسية متاع الانديا التونسية. بغداد وقت اللي جاي للتوال وما كانش نجم. كان لعب ممتاز في الجزيرة. وابدران كيف كيف كيف. وابدران كيف كيف. وابدران كيف كيف. بغداد عمر الستداء اشهر لولنية كانت تتذكروا بمعناها مستوى متواصل. وفهم انتقادات ومبعد بشوية بشوية. بي واضح جدا بش نخجو فاصل صغير بعد شوية بش نحكيو على مراسلة مراسلة الاتحاد الافريقي لكورة القدم. شنو اللي جاي فيها شنو التهديد اللي موجود فيها بعد الفاصل. كم جيد في سبورت بيس بعد شوية حكينا على الملعبات الزيرية اللي يجيوا للتونس. بعد شوية نحكيو على المدربين التوينسة اللي ماشيين لتزير رقم مهم جدا. وجنفت حوزادها شوية جناحات نمشيو للمصر وليبيا وكذي. ثم أرقام نجمو نتخلي. الأرقام هذه تخلينا نحكيو ذولي على ظاهرة جديدة اللي تستحق الدراسة ولا تعليق. قبل هذية بش نرجعو لانو ثم مراسلة عاجلة سألت قبلة شوية تخص خلف وزير شباب والرياضة كيميل دقيش وتصريحاته مؤخرا بتباعة ضد رئيس جامعة تونسية لكرة القدم. الكافية ساميرو يا حسين مراسلة لوزارة شباب والرياضة. وأكدنا خلال المراسلة قاعدين نشوفوا فيها توا قدامنا في الفم تيفي هي بالفرنسية لكن حالو نترجموها أهم ما جاء فيها يقول أنه موضوع عدم دخول الجمهور في مباراة تونس وزامبيا لا دخلها للجامعة التونسية لكرة القدم في الموضوع هذية لأن كل جامعة من خرطة في الكاف معندها عندها كما قلنا ديلي معين معندها لازم تبعث فيه التأكيد متاحة والمراسلة الرسمية كذلك يؤكد الاتحاد الفريقي أنه جامعة تونسية لكرة القدم طلبة الترخيص في إجاله باعتبار أنه الجامعة أرسلت هذا الطلب قبل عدة أيام من موعد المباراة كذلك في الجزء الثاني من المراسلة كان ينجموا يعطيوا هنا شباب في الديجيتال يقول أنه إذا كان سيقع استغلال الموضوع هذية عدم حضور الجامهير في التدخل في تسيير شؤون جامعة تونسية لكرة القدم فأنه الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية ستكون مهددة بالإقصاء هنا نحكي وبتبع على الثلاثة أنديا ندي راضي سفيقسي في الكاف ترجل راضي تونسي نجم راضي ساحلي في التشامبيونز ليك تعليق لكل من سامير السليمي وحسيم الحجالي سامير تعليقك على المراسلة قاعد نشوف فيه قدامنا هو موضوع يطول شرحه وبتبع الحال الفيفا توسيتها واضحا لا تدخل في السلطة أو لا تدخل في الأمور السياسية ولا في الحكومة وكذا على المستوى الرياضي هذا واضح ويتعتبر أنه كرة القدم وأنه الجامعات المنظوية تحت الفيفا هي جامعات حرة تسير كرة القدم بدون تدخلات الوضعية الشائكة نوعا ما وحنا نعرف أنه فما خلافات عميقة وجذرية بين وزارة الشباب والرياضة اللي هي تمثل الدولة بطبيعة حال والسلطة وبين الجامعة التونسية لكرة القدم موضوع الجماهير واضح أنه لابد من أخذ الترخيص في الأجيال المعينة والجامعة قامت بذلك ولكن بعد الترخيص هذا لابد من التنسيق على مستوى سلطة الإشراف على مستوى وزارة الصحة على مستوى كذلك وزارة الداخلية وهذا شيء اللي ما صارش قانونا ربما تكون موقف الجامعة واضح أنه أرسلت في الأجيال ولكن التعطيلات أو الخلافات اللي وقعت واللي نعرفها الناس الكل بين جهات هذي الكل والاتحاد التونسي كل خلا الماتش بدون جمهور إلى متى بش نقعدوا في الوضعية هذية نقاط استفهم اقعدوا على طاولة الحوار ونسقوا بنتبعادكم هذية هو المطلوب ولكن إلى حد الآن فما ضبابية واضحة وآآ مراسلة الكاف أو حتى بعد ربما ما تكون مراسلة من فيبا مباشرة هذية بجتخلنا في آآ تعقيدات أخرى احنا في غنان عنها. آآ بالضبط أتمنى بالفاقرة من قبل الفرنسيين حوالو ترجمة بشوية بشوية حسين يقول كي هذا يجب أن تتبع لفعله يمنحين بإمكانه بالعطاء بشوية يعني متعميدات على الجميع الوضع للم ينحل لفضلات تونسية وفتبال في حد رسيناك سيجب على التعديل للغرض تونسيين ومع القيامة أخرى. نتذكر أن في حالة إعتادة كتابة في النظرات الأطفلية فيها هكذا في مضانات الأفضل کا تنسؤك إلى تنقص وإنها الأفضل يجب أن تحقيق رجع للمعرفة الأفضلية المتحدة ومعرفة المتحدة par la confédération africaine du football تعليق حسام حجالي تلعطيك يعني تلعطيك دخلتك وزارات في بعضنا عنده الحق تقوليك لا انا مجدنيش وجدتني مخر اول ما جدتني رجعت كل واحد قاعد يذرب على دربوه ولا واحد حتى كورة القدم هي المصلحة الأساسية وقال لنا نقول لش أنا نهبت من روحي ولا نقص من روحي ونقول لنا برا خلينا كورة تونسية هي الأهم كل واحد يهبت شوية طول القوحة كل واحد قاعد على روحه ويقول لك أنا ما نشغل ما هنا يقول لك لوزير مثلا مصلحة الكورة التونسية من خلال محاربة لرئيس الجامعة يش قلت لك أنا كل واحد يرى من زاوية متاعه ورئيس الجامعة يقول لك أنا أندية تونسية وما غاديك أجيب الأنديا معناها اش قلت لك أنا كل واحد يخذ من زاوية متاعه أهم طول الكلام اللي قالتو الكاف الخريتو اللي خريتو اللي خراني شو معناها حاجة جديدة ما نعرفوهاش ما كلا حكاية قبل الوقت اللي تارق ذياب وديها الجريم تحكيه ورأو نودية التونسية تنجم رأو إذا تدخل وكذا هو عمنا وفحكيت الشيء طيو ما فهمتش أنا طيو الكاف تهدد في شكو باكم بري الكاف تهدد في شكو لا هي ما هدد حد شيء هي راسلة هو رأو شوقف النودية يمتع هو واضح الكاف خاتر من خلال المراسل تقول إذا كان الموضوع متاع عدم الحضور متاع الجمهور يقعوا استغلالوا من أجل ضرب الجامعة فهنا يذولي واضح الكاف لا يهدونا ولنا بلاد هكاكة وبرة ولا ما نعرفوش القوانين ولا ما نعرفوش مصلحة بلادنا بشيهدونا تأكدوا من حاج وقت اللي كيما يقول حنتحك الركاب حتى حد ما يحط النوادي تونسي ولا المنتخب التونسي يمشي في العفس عنا الناس مسؤولين كبار في الدولة وقت اللي يتولي مصلحة الرياضة في تونس ولا كورة قدم في تونس ولا المنتخب ولا النوادي العشخاص العشخاص الكل هتتك على جنب ومصلحة تونسي يقبل كل شيء اللي صار يزبنا نردو بنا منه هو اختير اختير إذا كان الكاف تربعات مراسدة بالشكل هذية فإنها تعرف عليش قادمة المشكل مش عند الكاف المشكل عندنا نحنا عندنا نحنا بين الاتحاد التونسي لكورة القدم بين الوزارة بين الوزارات المعنية واضح أنه هنا ما فميش تنسيق واضح أنه هنا فم الضرب تحت الحزام واضح الشيء أنه الخلافات اللي موجودة بين الاتحاد التونسي كورة القدم وبين الوزارة مشي في اتجاه ربما ينظر بالخطر ونستنو فيه وخاصة راهو الكاف ما تفدلكش والفيفا ما تفدلكش معناه إذا كانت تقول لك ممكن نمشي إلى حد منع المنتخب التونسي ولا الانديا تونسي من مشاركة على مستوى دولي هذية راهو خطير في النهاية أنتو مختلفين مبعادكم ولا عندكم أقعدوا على طول الحوار لأنه في النهاية مصلحة الانديا والمنتخب التونسي هي رقم واحد هنا ملو غزمو حسب اعتقادي أنا فإنه كل الجهات المعنية مصلحتها أنها تضرب بعضها وتكسر بعضها وهذا هو الخطير في الموضوع ولا واحد هناك قرار من الفوق سامير تقعدهم بصيف ولا واحد معناها قاعد يفكر في مصلحة الكرة التونسية وهذا هو الخطير أكيد جدا الموضوع هذا بش نرجع له في القريب العاجل من الجانب القانون لأنه زيد بش نقعد نحكي من الجانب الرياضي ومصلحة الرياضة التونسية وكذا تعرفش قولك حاجة راهو أوكي نجم فقط نتفعل معاك سامير لا أعتبر أنه خليف بين الجامعة الوزارة خليف بين وديع الجاري ودقيش لا يوجد خليف بين وديع الجاري ودقيش لا يوجد أشخاص بين دوز ايغو قاعدين يتعاركوا به راهو تعود كي تقول لي أنت مثلا تصور ما تصير لا أحكاية كما هكاية رأي جمهير تراجي ولا النجم ولا ندي الأفريقي رأي لا يهمها أقسم بالله أنا وزير وانا جامعة وانا واحد وديع الجاري الليب كاملتك بالوزير بالله العظيم معانتها راهو عامنا شوفنا راهو أنا نمشي لبعيد راهو تصور أنت جمهور يخرج لك ويقول لك يدي الكلاب ولا عفارة تسمحوني في الكلمة كانت تقال في اللونتين فيكم زوزو في عركتكم أنا جامعية قاعد نعم في ديزنفستيسمان وجي في ديروكريتمان ومليارات جمهور يخرج لك للشارع وبرفضها وقتها قوز لكريموجين وتكسير معانا شعلنا غير الكورة في تونس الناس عايشة ومتمتعة والحاجة اللي مفردتها هي الكورة يا حسيم وكي تتكلم هكاية جماعة قاطيع وديع الجاري يسبوني وقاطيع كمان يسبوني وقعدوا سبوا للسخيح وقعدوا فادلكوا وقفوا مع واحد منهم قال هذا عنده الحق وهذا العقل كلنا وثم خلاف شخصي فضوه وحطوا وراه يا سيدي تحبش حاش تحبوا تردوها الكريموجين وغاوز تكسير يا سيدي تحبوا تونس وتحبوا مصلحة تونس واحنا ما نحبوه يا أخويا اقعدوا وفضونا المشكل فماشي واحد مننا هنا أمواء احنا في يفايم ولا في يميسون قال وديع الجريع عنده الحق ولا الوزير عنده الحق تيموكي ما تقول شاكيكي يقول لك معا يا هوتي ما حتى حد احنا معا كورتنا ومعا سبورنا اللي هو مفرهتنا واللي هو يضحكنا وكماشي هالستان وقفا تفرج في الكورة أمواء حتى لقرراج الواحد عنده سبعة آلاف مشكلة كيقعد يتفرج في جمعيته ويخرج في كل قهو ويبدأ يضحك ويفدلك وعمل جو هي اللي تفرهتنا يخويا تدبروا ريوسكم خالي خالي يودي يحبوا لعباء يحبوا جمهورة تخرج للشارع يحبوا حرب أهلية يحبوا تكسير وضربوا مضروب وحاكم يضرب في الجمهور وناليوا نحنا بلاتويت إيقافات هذا وين تحبوا تصلوا لها تصوري انتي معتا تصير حاجة من نوعها كي هتاون قولوا نحن قاعدين نحن قاعدين نحن قاعدين نحن قاعدين نتفارجوه فيكم فيقوا فيقوا شي على روحكم بربي نقصوا من الصبيانية تودسويت نحكيو على المدربين التوينس الرقم مهم هو خمسة نكتشفو تودسويت نحكيو على عدد المدربين التوينس سامير السليمي في البطولة الجزائرية خمسة والعدد قابل الارتفاع نبيل كوكي وفاق ستيف قايس الياقوب بتحييلي صديقنا في شباب السورة خالب بن يحيا ملدية العاصمة لطفي السليمي الشقيق متاع الأخوات الأخوان السليمي أولمبي المدية عمار سوايح شبيبة القوية القبائل قلنا حصينا قبل الارتفاع بما أنه تم اقتراب واتفاق ما بين مدرب سبق نجم متلوي معزب وعكاز ونادي ملدية وهران تعليقك على الرقم ماذا يا سامير سليم نحن قبل حكينا على الملعبية الزيرية اللي يجيوا لتونس والمدربين التفاق اللي يبشيوا لتزير كيفاش غاد يمكنش عندهم فلوس وفي تونس عندهم فلوس للجوارات ومعناش فلوس للمدربين والزيرية عندهم فلوس أو شنو لحكي بالضبط والعدد ممكن قابل للزيادة بطبيعة الحال وإذا يشرف في مصر في أي بقعة يمثل تونس فأنه هذا يمثل تونس ونتاجه وجديته وخدمته وانضباطه هذا كيانعكس بالإيجاب خاصة على فتح الأبواب لباقي المدربين أحنا في التسعينات وحتى في الألفية الأخيرة كان نعرف المدربين جزيرين يجيوا البطولة التونسية منهم علي فريقيني بن حوت بن شيخ غيروا من المدربين اليوم وقت اللي فما طلب أو فما قانعة أنه المدرب التونسي باهي ويصلح في بطولة من البطولات هذا شيء مهم جدا وما ننساوش كذلك أنه الانضباط والنتائج خاصة تفتح الأبواب لعدد كبير من المدربين وهذا ما ننساوش أنه على مستوى الخليج خاصة والسعودية بالخصوص أنه المدربين التونسة عليهم طلبات كبيرة هذا كله شيء يشرف نتمنى للمدربين التونسة في البطولة الجزيرة النجاح والتوفيق ليس إلا لفتح الأبواب لمدربين أخرين باش يوريوا الكفاءة متاحهم وكذلك رأوا بطولة المغربية وجهة ممتازة ما ننساوش حلينا ببين كبار هاي اللي قام بيها فوز البنزرت اللي قام بيها لا سعد جردا فهذا عبد الحيب السلطان عبد الحيب السلطان هذا يفتح الأبواب وما هي إلا تكون حاجة كان إيجابية تعليقك على الرقم هذيها نزيد نمشي معاك القدام حسين أنه نعرف المدربين تاعنا الوجهة العادية الكلاسيكية اللي هي الخليج بما أبورت شناء البودين ماء الخليج بشكل عام السنوات الأخيرة ولينا نحكيه على تزير ونحكيه على المغرب ومع نجاحات نحكيه على مدربين تويسا اللي تشدوا الرجاء والويداد وما أدراك ومصر طوى ومصر طوى نحكيه عليها عندي سنوات وسنوات ديما نعارك وديما نتكلم ويلوموا ويقولوا أنت ديما دزم على وحتى كان خايبين أنا بالنسبة لأينا الكفاءة رأي ما عندهش جنسية اليوم في العالم العربي الكفاءة التونسية مدم أحنا ما نعطيه هاش قيمة وديما مقولش مستحقرين ها ديما هكا مستنقصين من التونسي أخويا والبرانيين عندما كتيف ولا عندما مش كون يحطهم اليوم النوادي الجزائرية والنوادي الكبيرة رأوا مش مشيوا لأي نوادي وقت اللي تلقى مولدية العاصمة وطلقى ستيف وطلقى مولدية وهران وطلقى القبيل وطلقى الساورة معناها هذوم نوادي محترمة ومحترمة للغاية مش أي نوادي وقت اللي يتمشي تجيب خاطر سكوسيور وحتى رفي تزير نقول ما تقولش يقول لك علش على خطر الكفاءة متاعنا والمدرب التونسي كيمشي الغادي ولا يمشي المغرب ولا يمشي المصر زد يلقى قدره ويلقى احترامه إيش أخويا أنت تقول قليش من جولة عندك في تزير كمان عرش قليش عندهم تقول عرش تسعة عشرة هكذا سمعت شوح منهم تنحق لي بيانسور وعملوا دي دفات وعملوا دي رجلتا خايبين معينة شعبانية في مصر البرباريسيون حين تسعة مزينا ما بديناش نقرأ فيكم موطة رتعة جمهور المصري بورسة عيدي تلمو يخفي مع يقول لهم والله عكستنا الكورة والله ماتش جاي ماتش جاي عملوا دوزا دو مع بيراميد زوروا بحويخة زادوا شيخ يا أي من البارح بعد الماتش يسأل فيه الصحافي تصور انت هو يسأل فيه يسأل فيه في سؤالات مش كلمة عن انتقاد ولا شبيك اربع عنويلات وقعدين نشوفه في كورة ومتفاهمية انت مدرب جديد وجيل جديد وجورة كل جاي يبوسوا فيه بعض الماتش بالضبط والخدمة اللي يخدم فيها في تزير كيف كيف تتصور انت تذكر نبيل كوكي عمناول كان لولاني وهارب كعمل كليموفير يزلتها فالأخر وخسر الشامبيونات تصور انت كان جاي هنا مبي دونك يلقى احترام ويلقى قد يا أولادي شوف أول شي يجبوا على الكفاءة يكون عندو شي يكون عنده اسمه لاعب كورة لاعب في المستوى العالي وخليه يخدم لا نحيوش انترنور على متان ولا نحيوش انترنور على باسغالطة على كورة على البار وحاجة اخرى من جيبوش انترنور لا عندو شي لعندو حد شي خطر صاحب هذا ولا خطر صاحب هذا ولا خطر هذا تسلم عليه وبعد تقول والله يفقنا به ما عندوش كفاءة الاختيار يكون صحيح وقت اللي تختار على قاعدة صحيحة وعنده شهيد وعنده اسم وعنده تاريخه خلي يخدمهم بعض إيجا فاند لالي وحاسب المدرب مش بالميتون وعلى كرة على البار وعلى كرة خارج التوش سامير تفرشت درني المان في روبرتاج خدمه للبينسبور في الجزائر حول الظاهرة متاع المدربين كانوا سألوا مدربين وكان سؤالوا صحافيين في الجزائر كانت الإجابة ما الفرق بين مدرب التونسي ومدرب الجزائري يقول لك المدرب التونسي تكتيكيا كي تفرش في حس التاميرين معبي أكثر من المدرب الجزائري عليش حاجة كيما هكاية ما تتحتش بعين الاعتبار وناخدوها في تونس عليش كيما قال حسين فما تطيح قدر سواء من المؤجر متاعك اللي هو النادي متاعك عارفك اللي يطردك بعض كرة على البار عليش فما تطيح قدر من الجمهور عليش فما مدرب آخر زعم زميلك ويغزلك هو يحفرلك يحبي له ويجعل بلايسة عليش الحاجة تتوبما يا سبحان الله موش موجودين كان في تونس صحيح ما لغزماء وتقريبا في موجود هذا الظاهر موجود في كل المجالات تقريبا سواء فنية ولا ثقافية ولا رياضية المدرب التونسي مؤكد أنه مدرب تكوينه ممتاز ومدرب يعرف يتعامل مع الوضعيات مش بالسهل أو مش باب الصدفة أنه أندية جزائرية ولا مصرية ولا السعودية ولا خليجية تنتدب المدرب التونسي لأنه على المستوى الانضباط والعمل واضح أنه المدرب التونسي يتفوق بالكفاءة متاعه اثنين الأسل اللي أين تكون؟ الأسل اللي تكون على المستوى المنتخب التونسي مثلاً ولا على المستوى الانضباط التونسية فوارق كبيرة برشا على مستوى الميزانيات من الأهلي وزمالك وبيراميد زغيرها ولا الانضباط المغربية والانضباط التونسية السؤال إشن هو؟ علش الانضباط التونسية ديما موجودة ومتواجدة في المنافسات هذوما على المستوى الانضباط وعلى المستوى المنتخب لأنه رغم الهنات لكل والمشاكل لكل فأنه المدرب التونسي والانضباط التونسية تعرف تخدم وتعرف تشتغل رغم الفوارق الفنية الكبيرة تقريباً الكبيرة تلاثة أربع انضباط بالضبط بالضبط سمعني فقط أشتغل معك أنت عمناو المعين الشعباني معانتها وعامينه لعامين ونصف الانتقادات غير عادية ليس انتقادات تطيح قدر كي تدخل أنت في أي باج من الباجات الإسبرانس عمناو تقرأ كومنتارات على المعين تطيح قدر رغم هذا صبر الإدارة ناجسيح السبار قدش من مرة نادي الإفريقي توقعت صبر على مونتار رحيسي رغم الانتقادات يعني تم ديز إكسبسيون راهو تطفي وهنا كذلك باش نحمي واحنا المدرب التونسي ولكن خاصة لمصلحة كورة تقدم التونسية على مستوى الأندية التونسية والتعاقدات مع المدربين لابد من إنسان قوانين صارمة في الموضوع هذين معناها كيتنحي مدرب واثنين وثلاثة في الموسم هذا إشكال يصير كبير ياسر معناها على ماتش تنحي مدرب ولا على البيانتي تنحي مدرب لابد من أن القوانين تحمي المدرب التونسي باش يخدم في راحة ومن ناحية أخرى كذلك الاندية أو التونسية أو الرؤساء الاندية والإدارات لابد أنك تعطي ثيقة في المدرب تعطيه خاصة الوقت باش يحط الأفكار متاعه في الميدان ويخدم مرتاح مرحبا بيكم من جديد في سبور بليوس ثمانية غير بعض مزلت 4 ساعة في الحصة متاعنا باش نخصوها إلى حوار مباشرة من مصر سيميك يقول لك مصر شكونا ولا يحد يجي المخزام موحين الشعباني ومجدي تصور موحين ولا مجدي؟ مجدي أنا أتصور مجدي على أساسكم لا يوجد بيلكمش وزعمة متفيش إيل وما تعرفوش ورأسوليدي اللي في بيت وما تعرفوش أقسم بالله حتى ما تريفون جملة ما قريتش بالكوندكتور والله وين هو كوندكتور؟ مباشرة من مصر موجود معنا مجدي التراوي مساعد مدرب موحين الشعاوي يضعك معنا في شوز بردوتين مساء الخير مرحبا بيكم مجدي سمير محبوب محمد علي وإن شاء الله يعني سمير ديجاع لا 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 كونيكسيون تخطعتي يا مجدي كونيكسيون نعلقو الفيديو ثم مشكلة في الكونيكسيون نحاولو نتصل بمجدي التراوي بالتليفون يكون معنا مباشرة من مصر به لطن اللي انت حصلوا على مجدي كنا نحكيه قبل حسين تحدث على أربع مباراة متتالية مصري بورسعيدي لا يفوز لا ينهزم أخر مباراة أول ثلاثة نقاط حسب رأيك حتى التوى شنوة تقييمك للتجربة مع معين ومجدي في مصر سمير أولا ساعة قيمة المدرب التونسي خارج حدود الوطن والمعاملة المثالية للأندية سواء جزارية ولا مصرية ولا مغربية للإطار الفني التونسي هذا حاجة مهمة ثنين معين ومجدي يمشيوا بطبيعة الحال في بروجي مهمش يمشيين على ماتش ولا زوز بروجي أنه إعادة الفريق البصري إلى مكانه طبيعي وبعض المنافسة تدريجين على الألقاب سواء محلية ولا أفريقية حتى على مستوى التعادل ولا مستوى النتائج لا تمشيش الناس يفكروا بطريقة احترافية وعندهم ثقة مدام انتدوا معين ومجدي عندهم ثقة في كفاءة الإطار الفني التونسي ولي عرّج عليه حسين بقبيلة مهم برشا راو أنه كي تعطي ثقة في مدرب لابد تعطيه الإمكانيات أنه ينجح ثم خاصة تعطيه الوقت وهذا متوفر في الأندية الجزائرية والأندية المصرية ما له غزمة في الأندية التونسية مع البريسيون الموجودة والضغوطات اللي نحكي عليها ما ميش موجودة نرجع من جديد من مصر مرحبا من جديد مجدي مجدي معانا انتراك في المباشر مرحبا بيك نسمع فيك خمسة على خمسة مع الاسف حبينات تكون معنا بر فيديو مرحبا بيك الكنيكسيون وتخوطعت شوية عندكم على ذلك الكنيكسيون محلو بيك أمنا يا سامير والحاج مرحبا بيكم لكم وحشة يا خوية والله وحشة مدربة محبا أنت زادة مجدي خاصة سامير توحشك راو يا مجدي نتبع فيك يا سامير خاصة بيك أنا أريد أن نتبع بيك مرحبا بيك مجدي نحاولو بشة حتر تمام برشة أسئلة ولو رزمو خدينا برشة وقت في الكوتي تكنيك متاع الفيديو قبيلة نبدأ معك رياضيا حاليا وضعيا مع المصري البورسعيدي ومعين أربعة عدليات متتالية وفوز حاليا مع كيف في مصر أفريقيا تأهلتوا الدور تمهيدي المكرر ومواجهة مرتقبة الويكند ضد ريفرز نيجيري كيف تقيم البداية والأرقام حاليا تعتبرها متوسطة ولا تنجموا تعملوا ما خير لحقيق والله يشوف نقبل كل شيء يعني ما يخفيكش تعد نحنا جينا نرتاو يعني يمكن نسبوعين ندخلوا الأول ماتش في الكوب دافريق نزلوا اللعبين ما دخلوش معنا قبل ما نجي واحنا ما عملوش معنا بريباراتيون عنا كنسبوعين قدامنا مش ننجمونا نحضروا اللعبين تانا ندخلوا في المسابقة متاع الكاسة فما اللعبين ممتازين في الندية ذاية معناها الغادروا وراحوا الفراق كبيرة كما تيراميدز كبيرة على مستوى الأمويل تعرف تيراميدز ولا الزمالك ولا ولا الاهلي معناها يشريوا أينها بيحب عليهم معناها سلطونا هنا في مصر يعني عندي ممويل تالة المنعبية للكيب خرجوا يمكن أربعة وخمسة لعبين لقيمنا الفريق ناقص ما مخلطناش نقوموا بالانتدابات توجدوا ولكن مش موجودين كذلك في القائمة الأفريقية الشيء اللي خلين عنا دونز يكيب فما يكيب جاة جديدة كيف ومش موجودين في القائمة الأفريقية ولكن زي لا فهمها البطولة يجبنا نتعاونه في بيكات فريقيا وبين البطولة كانت بداية صعبة نحيطها بش نزمة خلطنا خاصة اللعب نكون على المستوى البدني بش يكونوا جاهزين فراق الأخرين قبل المصري ببرشة نحن نتعاون بشارك بالجماعاتين لأنه لم يكن وقت هما كانوا حاضرين في جماعة الأخرين وذلك جاة صعبة منهم تربطونا كيف واجهنا فراق على مستوى عالي كما بيراميز وكما سموح عند فريق ممتاز جدا فيوتر اللي هي فريق اللي يعج بالنجوم وفريس كميخذين 24 اللاعب يسموها من الأهل ومن زمالك نعم أموال كبيرة قادم عندهم فراق كبيرة ولاعبين كبار نحن بالموان الموجودين قادم الحمدلله عمالنا بداية الحقيقة نشخيب كيف كيف تاريخ تراميز ورجعنا كنا خسرين ونقصين معناها ورجعنا الحمدلله معناها ديكا خلت اللاعبين معنوين معناها صرتوه ماتش بيراميز كنتو خسرين 2-0 ونقصين 10 عملتو ريمونتادة رجعتو 2-2 مع بيراميز ممكن ذاكا كان ديكليك مورال بشربحتو 3 ثابليشن ضد نادي القون والله شوف يمكن السنير والحاج بحليك يعرفوا ميح سكتوه الملاعبية اللي موجودين في البيتراميز يتمنيهم ما يمدرب الحقيقة وإي اتار فان يكون عنده لاعبين في المستوى هذيك الحقيقة كلهم تزيل انترنسيونو مشكلة من مصر معناه يفهمهم المغرب فانهم موردين أخرين دونك فاريخ كبير برشا الحمدولله كما قد لك هم شاي اللي من ما تشخير في زي دمو تحسس الولاد كل مقابلة ولبعدها تحسنا قاعدين نمشيوا أكثر معناه على المستوى للبدني قاعدين تحسنا ودهك اللي عاشدنا بيه احنا شرتو فما لاعبين أخرين إن شاء الله من ذات عنا مباراة العظية اللي هي بش نترشح بيها دوري مجموعات ما يخفيكش اللي بش نسافروا بصماش دوري 13 اللاعب أكراو عنا عنا اللاعبين اللي موجودين في القايمة فما تلاثة فما تجنيد هنا في مصر عندهم تجنيد ما يجموش يسافروا عنا 13 اللاعب بركة بش نسافروا بيهم معناش برشا حلول و لكن كما قد لهم هم احنا بك تعرفون ما دي كلنا في تونس ملقحين من تونس حاجة واضحة ملقحين و أنت تحكي على التحذيرات و أنه بشوية بشوية يقعد الفريق يخو مع أنت خاصتان من الجانب بالبدن يقعد يتحسن المركات و على الأبويب هنا يش نسألك هل فما أنت دابت منتظرة بشكل عام و هنا يزيد سؤالي بشيكون أكثر دقة فما توين سينجموا يلتحقوا بكم في المصر البور السعيدي نعرفو توا فما ليس الجلاسي اللي هو لعب تونسي زادة ثم بار بعض الأحاديث أنه فما اتصالات من بعض ملعبات و أنسي النجموا يمشيوا للمصر البور السعيدي من شهر تقريبا لتالي زادة صحافة المصرية يتحدث عن اهتمام معين الشعباني بيطها يسين الخنيسي اللي هو ليبر شنو النجمو نعرفه في الميركاتو لبريسك على البويب سيكون فرما كدابات سيكون فرما كدابات بش نجمات تطلع على المستوى يعني امتاع الفريق وتخلي روح كتنسس و شركوا على المستوى العالم مع الفرق الكبير يعني موجود بش جينا بذنكم و مركاتو كود لك احنا فراتيج موم عملنا مجبنا حتى الياب احنا جينا القليل اللعبين معناها موجودين فيهم اللعبين كذلك أي من الذي عنده معامين وثلاثة كما حمودي عنده بريسك ترسنين مالعبش كما كما أحمد شيخ الذي كنت في الاهلي بعد نشير تراميز هذا كيف كيف عنده سنة ونصف هذا كيف كيف مالعبش يعني احنا قدام شانتي شانتي قدامكم ايه ايه اكتب مو الحمد لله قاعدين استوعبوا معنا حتى المنتاليتين تعلعب المصري مشكيمة التونسي اه سمعت قبل السنير كان يتكلم شبته سلو بلون تاكتيك معنا الملعبية المصاروة والتوين سونية تفيران معنا احنا عوني في الشينا نرسخونهم بشوية بشوية الفكرة هذه ناكتب المصاروة ديما تعاوذ تعاوذ يعني التاكتيك ونلعب تونسي خير ما lanzى تاكتيكيا زان ساوله بالتاكتيك ناكتب المصري حب lyعب الكورة يلاعب الكورة أي أي المصري is at Gray حسين صيعم احنا احنا مبارياتhalten هنا في مصر تراكليه presumptu لا يجب أن نصف لك التكنيج مو يصنع في الحقيقة قوية من الملعبية اللي عنا في تونس هذا شيء واضع ولكن نحن نفوقهم كما قلت لك على سورة بلون تكتب هذاك علاش نحن نحب نحب نخدمه خدمة هذه بش نجمه نعمله فريق كما قلت لنجيتة لازم منهم في إذكالكو بوطي نخدمهم اليس اليس قاعد يكون ببداية ممتازة أنا ناس كل فرحانة بي لحقيقة الجماهية البورسة المصري بورسعيدة فرحانية ببداية ببداية وقاعد يتقدم في مردود طائب وإن شاء الله نزال بشي يقدم إن شاء الله معنا مردود طائب إن شاء الله بتوفيق لي وبتوفيق ليكم أنتوما مجد ديمة مع الأسف حبينا يكون الوقت أكثر منها كيام مزالوا ثلاثة دقائق في الحوار متاعنا ومزالوا فيه ثلاثة أسئلة حال جوابني في كل سؤال في دقيقة ما عندك بارشة ما تلعتش إعلاميا تقريبا هذا أول ظهور إعلامي منذ توليك أنت ومعين قيادة المصري البورسعيدين حب نحكي معاك شوية حكينا بارشة على مصر حكينا على مقانبي اللاعب التونسي والمصري حكينا على المصري البورسعيدين حب نخرايك فيش قاعد صاير شوية في تونس عقبال كوش قاعد تبع في البطولة حتى التوا عندكش هل يمكنك أن تشد انتباهك في البطولة؟ لا والله شوية هي سهل طب وطاعة في تونس دي ما دي ما وحد بلدي في القلب دي ما يتفرج ودي ما يتطبع في الشامبيونات شي شوية معنى يتحاد المنسيري نجم شوية ما يحكيش على في العودة معنى فوزي بنزرتي هو مدرب كبير واللي نحنا معنى تعلمنا عليه بارشة وفي المناسبة دي معنى نواجه له الشكر على العمل يكمل في التحاد المنسيري في وقت قصير نقول لنا ما بيش تعمل بطمة يا ذاك فوزي بنزرتي اه معنى في الكورة شو في الكورة انتاج وذكر اتعلمنا احنا حتى حتى ساميرو الحاج الدرب عنده يعرفوه معنى مليح في الكورة انتاج الكورة في تحفيزها معنى يستمك حتى حتى يفوت وذيت فيت معنى هكي معمله مع مستيرك شوفت معنى مستيرتوا دي ستبوان خدمة كبيرة وذلك 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 ما شد انتباك هو الاتحاد المنسيري كذلك ما نجمش ما نسألكش على تراجي الرياضي سينا نكون صحو في فاشل عندي مجدي تراوي ومنسألوش على تراجي الرياضي تونسي رأيه بعد مرور سبعة جولية خلقيني 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 وكيف وكيف موجود مهاجم مهاجم تعمل عليه كما كنتي ثورو نجح بشريف سولو بلو مهاجم يقعد يقدم في مباريات ممتازة دونت الاسفيرونس هجوميا أقوى مستنى للفارسة لاحقا ما ننساوش عاوض التوقاي مهم مهمة جدا للدفاع توقاي اللي اخترناها نحنا عمليه العمل ستة شهور دونت اللي ستلاح الآن يوجه ويقعد شامبيون يؤ ankle مؤ�� بداي خلقيني خرج الآن حتى فينال اسمنايب اللي كي تتحسن تنميه لتوال تعطيت مزيت عندك كثير ثانية بش تحكينا على لتوال رأيك في الواطعية رياضية عمد بداية خايبة لحقيقة عمد بداية خايبة انتع بتاع بطولة دونك توا رجينا رجيب هالي الحاجر باي اللي عنده وقت في التريفة بش نجم يخدمنيه صلو بلومونتال التوالد حسنا نعدي من الممسوسية من البلسار السخل ومن اللي زاكوتيةع انتع المتاع النادي ينزم بش خدمة صلو بلومونتال وتبركلها معنا رجيب النادي بالخبرة متاعه ونحن نعرفه مضيع دونك نصور لي بش خدمة دائه في الشر طريب ونجم يرجع نجمي للسحلي كل شيء مزان ما ما لنتلعبش نجمي يرجع لي مجي تراوي يعطيك صحك وتمعانا مباشرة من مصر انت وين موجود توا بالضبط في بورسعيد في القارة في الإسكندرية وينك بالضبط انت توا حدد ما كان لا احنا اليوم بسرعة وسرعة في تليميزيون موش نقول احنا في القاهرة توا احنا في القاهرة في القاهرة خطر هدوان سفر واصباح بكري 6 ونصب اصباح سفر للنجيرية موافقين ان شاء الله في رحلتكم في نيجيريا موافقين ان شاء الله مع المصري البورسعيدي بالتوفيق ليك تحياتنا لمعين الشعبيني مشكور جدا كنت معنا بباشرة المصر مشكور حسين مشكور سامير سليمي مشكورين سكل كنتوا في المتابعة وفي الاسماء نلتقي غدا كل عادة في نفس التوقيت سبعة لخير